شوف نتنياهو يريد أن يكون اليوم مثل طالوت بمعنى آخر تريد أن تقول أن حزب الله على مدار الأشهر الماضية نجح في تعطيل المواجهة المباشرة والتي كان يبحث عنها نتنياهو نتنياهو يريد أن يكون كداود في جيش طالوت يريد أن يكون مثالا للشعب اليهودي ولتاريخ اليهود هكذا هم يفكرون الآن لأنه التيار الدين المتضرف في الكيان في إسرائيل هو الذي يحرك اللعبة وهو بالتالي يذهب باتجاه مواجهة شاملة وتدميرية مطلقة يعني التدمير الشامل وليس التدمير الجزئي وأنا عندما أقول أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل أقصد المعنى الواقعي ولا أقصد المعنى المعنوي فعلا هي الحرب ليست مع حزب الله مع كل العرب وكل المسلمين وحتى العالم غير المسلم الذين يتضامنون والمظلومين في أمريكا اللاتينية والشعوب المستهدفة من قبل أمريكا في أمريكا الوسطى في أمريكا اللاتينية في دول من أفريقيا وآسيا وغيرها ولكن واقعا الذي يواجه حزب الله هل الكتائب اللبنانية أو التيار العوني أو مثلا جماعة بشير جميل أو جماعة أمين جميل أو جماعة سمير جعجع أو جماعة فلان وعلان سواء كانوا السنة أو كانوا مسيحيين هل هم الآن الذين يواجهون أغلب القوى السنية غير الأصولية الآن تتمنى وتنتظر هزيمة حزب الله يعني كل القوى في العالم العربي الآن كل الحكومات العربية الآن شبه بالمطلق طبعا وعلى رأسها دول الخليج تنتظر بشرة سارة من نتنياهو بتدمير كامل لحماس وتدمير كامل لحزب الله وإنهاء هذه الجدلية وبالتالي انكسار حماس وانكسار هم لا يحتاجون إلى تدخل إيران لا يحتاجون إلى تدخل إيران وإيران تدرك هذه المعادلة وتدرك هذه اللعبة وتدرك حاول إلى أن تدعم عملية دولية لوقف إطلاق النار لأنه نتنياهو يريد أن يكسر إيران من خلال كسر حزب الله وكسر حماس ثم المرور باتجاه الفصائل العراقية وقد تقوم بهذه المهمة الولايات المتحدة الأمريكية وليست إسرائيل العجوارات مرتبطة بالوجود الأمريكي في الداخل العراقي وإعلان الفصائل العراقي نظر هذا الوجود معنى أخر أننا معركة مستمرة وطويلة اقتصادية وعسكرية وسياسية واجتماعية وثقافية طويلة طويلة جدا وتعلم أن أمريكا والغرب أنشأوا تحالفات داخلية في كل البلدان وأغلبها تحالفات ثقافية أي تغير بنية المجتمعات موضوع التهتك موضوع التقافة العابرة كلها ستفكك هذه المشكلة